أنا ما أعرفهم هم يسوين مجامع وأصابات في المدرسة اعتداء بالسلاح الأبيض داخل مدرسة يصدم الوسط التربوي في النجف أمير أحمد طالب في الصف الثاني المتوسط تم الاعتداء عليه بالسكاكين من قبل مجموعة من الطلبة داخل أرواقة المدرسة ما أدى إلى أصابته بعشرة طعنات خطيرة نقل على أثرها للمستشفى لإجراء عملية فورية له عائلة أمير من جانبها تطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للقصاص من المعتدين ابني يوم الخميس الساعة بالتسعة ونصف الصبح جاءنا اتصال هاتفي من مدير المدرسة قال ابنك اتعرض إلى حالة مشاجرة ونقلنا على أثرها للمستشفى أنا رحت للمستشفى توقعت في شيء بسيط طلع الشيء مو بسيط طلع ابني متعرض إلى تقريبا عشر طعنات سكاكين وشفرات حادة وابني عبارة عن مسلخة عبارة عن مسلخة أنا أطالب من الحكومة العراقية أول ومن رئيشي الوزراء أن يتدخل بهذا الموضوع لحل هاي الأمور في المدارس اللي ده السيط وأطالب من القضاء العراقي وإن شاء الله أنا آمل بالقضاء العراقي أن ياخذ حق ابني المظلوم المسكين هاي مدرسنا عبارة عن عصابات كل سبع أشخاص عشر أشخاص سوون عصابة ويعتدون على الطلاب أنا رايح حال سيبيل دروح أغسل جوني اثنين هاتشوني بعدين واحد من عدتهم جرع عليه ستشينة أنا شردث من عده رح توجهت للإدارة أحتاج مساعدة أثنين وأنا متوجه للإدارة أجوني أربعة شخاص من باب ثاني بالممر ضربون ستشين وآلات حادة وآلات شفرات ستشين وأكثر من عشر طعنات الظاهرين ضربات خطيرة هاي الأثنين دق الجرس طلع أخوي من طلع شاف المنظر أجي ركض علي ضرب اللي كان ضربني بأيدي هنا ثلاث طعنات تقريبا كما شيء والبقية شرده وما نضرب بعدها أنا وعيت في المستشفى غير طولي مديرية تربية النجف التي أقرت بالحادثة داخل المدرسة أكدت بأن ظاهرة الاعتداء على طلبة والكادر التدريسي من قبل بعض الطلبة غير المنظبطين بدأت تتكرر في مدارس المحافظة والأسباب عديدة أبرزها عدم وجود عناصر أمنية في المدارس لحماية الطلبة نعم كانت هناك متابعة والأسف الشديدة الحالة كانت داخل المدرسة وكانت لنا متابعة أول بأول مع إدارة المدرسة ومن ثم مع عائلة الطالب ومتابعة معه في داخل المستشفى ومؤخرا أيضا مع عائلته والحمد أكثر من هذا أن هناك قلة كبيرة في عناصر الأمنية داخل المدارسة لا من مطالباتنا أن تكون مدارسنا خصوصا مدارس البنات عموما أن يكون فيها عنصر أمني ويؤكد أهالي النجف ضرورة أن تلتفت الحكومة المركزية إلى خطورة انتشار العنف داخل المدارس في عموم العراق من النجف طهر العساف قناة الفلوجة